اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين ايران والعراق في مثل هذا اليوم السادس من اذار عام 1975 اي قبل 47 عاما ابرم كل من العراق وايران اتفاقية حدودية وقعها صدام حسين نائب الرئيس العراقي آنذاك وشه ايران محمد رضا بهلوي برعاية الرئيس الجزائري الاسبقي هواري بومديان تضمنت الاتفاقية مجموعة بنود ابرزها ترسيم الحدود بين البلدين وتقاسم شط العربي الذي كان ملكا للعراق بحسب اتفاقية وفاق الشرق الاوسط عام سبعة وثلاثين ترسيم الحدود في شط العربي على اساس خط التالوك اعمق النقاط فيه منح ايران حصة الاسد والشريك في السيادة على الجزء الاكبر منه لكن الامر لم يدم طويلا حتى الغيت الاتفاقية عام 1980 حيث يرى محللون ان الغاءها كان واحدا من اسباب اندلاع الحرب العراقية الايرانية في العام ذاته لتبقى مشكلة الحدود واحدة من اعمق اسباب النزاع في تاريخ الصراع العراقي الايراني اشتركوا في القناة